السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معاكم رحيب والنهاردة هنعمل مع بعض الرز بلبن بطريقة حلوة قوي قوي ان شاء الله هتعجبكم هنعمل منه في الفرن وهنعمل منه عادي وهنقول المقدار المظبوط عشان كناس كتير مش بدعرف تثبط المقدار تبعوا الفيديو ان شاء الله هيعجبكم جدا قبل ما نشوف الطريقة هفكركم ما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة واتفعلوا الجرس علشان يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد تعالوا بينا نشوف الطريقة انا يا جماعة عامل 2 كيلو من الحليب الـ 2 كيلو حليب بياخدوا كوباية رز من الكوبايات المايرية طيب لو انا مش عندي كوباية معيرية اعمل ايه كوباية اللي بنشوف فيها المية لشب المية هنتيمليها رز ونخسلها كويس جدا ونصفيها وبعدين نحطها في حلة ونشوف هنعمل ايه حطتها بقى في الحلة زي ما انا قلتلكم بعد ما غسلتها وصفتها كويس وحط عليها مية من الحنفية المية بارتفاع عقلة صوباء عن الرز وحسيفه الرز ده لغاية ما استوي سوا كامل كويس جدا بس ااخد بالي النور ما تكونش عالية قوي لان ممكن الرز يلزق في الحلة ويشيت وتبقى رحته مش كويسة خالص بعد الرز ما بيستوي بقى بيكون ده شكله استوي كويس جدا وهو ده المطلوب وشرب كل المية اللي انا حطتها هحط عليه بقى اثنين كيلو من الحليب ويكون طبعا مغلي قبل كده واللبن يا جماعة او الحليب في القشطة بتاعته لو الحليب اللي عندك مش في قشطة عادي ممكن يجب علبة قشطة من السوبر ماركت ونحطها تقضي نفس الغر تعالوا وقالوكو بس معلومة حلوة قوي ازاي تاخدو كمية قشطة كبيرة من الحليب وتكون سميكة وحلوة قوي كده زي ما انتم شايفين اهم حاجة ان احنا دلوقتي بنجيب الحليب ونغليه نسيبه يبرد تماما وبعدين ندخله التلاجة لمدة 24 ساعة يوم كامل ما نقربلوش خالص ولا نهز الحلة او الكسرونة اللي فيها اللبن وبعدين التاني يوم نفتح عليه ونبص نلاقيه ما شاء الله اللهم بارك هيعمل طبقة قشطة حلوة جدا لو اخدتو القشطة دي في اول يوم هتبقى خفيفة وغير القشطة التانية خالص هحط بقى كوباية من السكر طبعا السكر على حسب الرغبة بس بالنسبة لي السكر ده مظبوط فطبعا انتو تقدروا تضوقه واللي يحب يزود سكر يزود زي ما هو عايز وحط زرفين او كسين من الفانيليا ومع لقتين كبار من معالي الاكل كريم شانتي بودرة كريم شانتي سواء كاس او سايبة من عند العطار مش هتفرق خط طبعا الحليب بتاعي بارد مش سخن ولا حاجة وهقلب بقى كل ده مع بعضه كويس جدا على النارة عالية كمان السكر يدوب بعد ما دابه وغيره كويس جدا على النارة عالية زي ما انتم شايفين في المرحلة دي بقى ههدي النار خالص لان كده ممكن الرز يلزق في الحلة من تحت ويشايت الرز بلبن ويبقى طعمه مش لطيف خالص هقلبه تقليبه كده وبعدين ههدي النار شمع اقل حاجة وهسيبه بقى يربط شوية كده مع بعضه وكل خمس دقايق هديله تقليبه كده هسيبه لمدة عشر دقايق مش كتير يعني هقلبه على مرتين كل خمس دقايق يقلبه مرة عشر دقايق هيكون معاك الرز بلبن تقل شوية بس لسه برضو سايل شوية يعني هتلقوا تقل عن اول عشر دقايق انت سيبتي فيه هجيب بقى اربع معالق من معالق الاكل ناشا وهدوبهم في ربع كباية مية او ربع كباية حليب مهم ان انا هقلبهم كويس جدا في مية او حليب بارد واول ما يدوبوا هنزل عليهم بس بتقليب مستمر على الرز بلبن ايد بنزل بيها النشا و ايد بقلب بيها علشان ما يكلكعش معي و هسيبه بقى برضو زي ما انا النار بتاعتي هادية بس هقلبه باستمرار مش هشيل بقى المعلقة منه خلاص لانه هو كده مستوي و يدوب بيربط بس و خلاص اول ما النشا يغلي غلوة و يستيبي و ريحته تطلع يبقى هو كده تمام بص يا جمعانا فضلت اقلب فيه على طول اول ما يغلي من الجوانب كده يبقى هو كده النشا ستوى و مش هيبقى لي ريحة في الرز بلبن دي برضو خطوة مهمة جدا خلاص هطفي عليه بقى و بعدين على طول اغرفه في الاطباق اللي انا هغرفيه هتغرفوا الرز بلبن اهم حاجة ان انتو اول ما تطفوا عليه تغرفوه على طول ما تسبوهوش في الحلة خالص لانه هيتقل اكتر كل ما هتسبوه في الحلة انا هنا هعمل اتنين طاجن هدخلهم في الفرن عشان يبقى رز بلبن في الفرن حطهم تحت الشواية من غير ما حط على وشهم اي حاجة تحت الشواية بس غاية هياخدو لون دهبي من على الوش و خلاص و جايبه علب اللي هي بغطة دي العلب دي حلو قوي لان انا هخرج بيه برر البيت فحخاف احطه في اطباق او حاجة فممكن يقع ولا حاجة فجايبه الاطباق دي من المحل اللي بيبيع المناديل وورق الفيل والستريتش فيلم وورق الزبدة الحاجات دي بتجيب الكمية اللي انت حباها و بتعبي فيها الرز بلبن لون نهائي بعد ما حطيت كل كمية رز بلبن في العلب و ده شكل التواجم بعد ما خرجت من تحت الشواية و اخدت اللون الجميل ده بجد والله العظيم طحفة قوي قوي جربوه و كريمي و مش ناشف ولا حاجة حتى لو قعد عندكم في التلاجة يوم و 2 و 3 حيفضل زي ما هو يارب الفيديو كون عجبكم حاستنى بقى رأيكم في التعليقات تجربوه ترجعت قولولي رأيكم و استنوني ان شاء الله في فيديو جديد مع السلام حلو البقلة абсолютно عُخَنْ حلو البقلة حلو البقلة حلو البقلة حلو البقلة اشتركوا في القناة